تبدأ الرحلة عادة في العيد مع العيلة الكل بيبقى كده عنده حماس وده اللي حصل تماما مع عائلتي الصغيرة وقررنا ان احنا نروح نحتفل بسينة حتى قبل عيات سينة العيد كان مرتبط بالعيد وعيات سينة الطريق اللي طابة يعني كان بقالي سنين الحقيقة ما مشيتش في الطريق ده فكان الحقيقة يعني فجئت بكم المجهود اللي مبزول الطرق يعني عشرة على عشرة الطريق مش طويل ولكن طبعا انت عندك جهات امنية كتير بتقف عشان تتأكد من سلامة ويعني بتدخل النفأ وبيشوفوا العربيات الجميل ان انت وانت بتعيد على كل كمين شرطة او جيش تلاقي على طول ابتسامة على الوش وقفين مبتسمين مشرقين رابدين كده على الحدود حاجة مشرفة وتبقى انت عايز يعني هو بيستأذنك انه يشوف العربية ويشوف البطاقات بس انت بتبقى معرفش ليه الواحد عنده كده اللي هو معقولة يعني احنا راحين نتفسح وانت وقفين هنا والابتسامة مشرقة على وشهم ولازم يقولك كل سنة وانت طيب وتقدوا اجازة سعيدة تبقى عايز تقولهم طب ممكن اقف معاك شوية طب ممكن اساعدكم شوية في وسط الطريق كنا مضطرين نقف شوية في مكانش فيه في الوقت ده مثلا استراحة وحاجة كان معانا حد كبير في السن فكان لازم نقف يعني شوية كده يعني نساعده شوية فكان فيه مكان ليه كمين وإيه الإسعاف مش قادر اقول لكم قد ايه ويفتحوا البيبان وتعالوا وشوفوا يعني تحس ان اهلك موجودين على الطريق فتبدأ تقول كده كمية التأمين اللي موجودة في بلدنا مش بس كبيرة لأ كبيرة ووثقة وبعدين تبص على الصحراء وجمالها لحد ما توصل طابة وتقول مصر يعني كنز من الكنوز سينة دي كنز كبير قوي جمال الطبيعة العمران اللي موجود فيها المشروعات اللي بتشتغل كان بقالي فوق العشر سنين ما شفتش الاماكن اتغيرت ازاي حتى بدو سينة تحس انه لأ ما تقدرش تقول غير انه هما جزء لا يتجزأ انا عايز اقول لكم المكان اللي كنت فيه كان فيه السيدات الفضليات من البدو اللي بيبيعوا الحاجات المشغولة باليد تقعد جنبها الابتسامة اللزازة الحاجات حلوة وتلبسها كده وانت حاسس انه اه انا عايزة بقى زيها والبس زيها احنا الاتنين مصريين فرق بس هي عايشة هنا وانا عايشة هنا لكن مصريتنا بتجمعنا العمران موجود اماكن كتير تم تعميرها كمية الشباب بقى اللي بيشتغلوا الشباب المصريين وشباب بقى ايه يعني انت بتشوف مثلا حد جاي من الطور لا حد جاي من السعيد لا حد جاي من البحيرة طب انت جاي منين لا مش شرقية فتحس ان كل محافظات مصر بتصب في سينة والشباب كلهم بيشتغلوا وهنا ده بيجاوب على نهاردك وتسمع سيد رئيس عبد الفتاح السيسي هو بيتكلم عن الهجرة غير الشرعية فانت كل ما انت أمنت مشروعات وده اللي حاصل في مصر على ارضك وفي محافظاتك وبالزات سينة اللي مليانة مشاريع طول ما انت ماشي مشاريع في الارض مشاريع تعمير فتلاقي ولادك وولاد المحافظات وولادنا من كل محافظات مصر بيشتغلوا يعني ما تقدرش تقول انه كمية ايدي عاملة موجودة غير طبيعية اجمل من كده بقى انك تحس كده انك بتتفسح وبتتبسط عايز تروح مكان غالي موجود عايز تروح مكان معقول موجود عايز تروح على قد الايد موجود كل شيء موجود يعني بجد بلدنا جميلة وفيها عمران كتير وفيها بس ان احنا نقدر المجهود احيانا لما بتشوف كمية التأمين بس اللي موجودة على طريق واحد من شرطة او جيش وتقول بس ده طريق واحد كمية الطرق كمية الحدود مصر من شمال لجنوب شرق وغرب فيها رابطين على الحدود قوات المسلحة الشرطة المصرية فتعرف وين تقعت كده ولا موجودة في الاستوديو بالامان وحضرتك موجود بتتفرج على التلفزيون بامان واي حد مسافر اي مكان في محافظات مصر حاسس بالامن والامان هي دي مصر كل سنة وكلنا طيبين وكنت سعيدة ان احنا في سينة وتحديدا في طابة لان انتم عارفين انه طابة اللي هي كيلو متر تقريبا ولكن مصر بزلت مجهود كبير جدا في التحكيم وان هي تحافظ عليها وان هي تتمسك بيها حتى تعود كل شبر مش ممكن حد يسد غير انه كل شبر في ارض مصر لازم يفضل جوه مصر كل سنة وكلنا طيبين وتحية بجد القوات المسلحة والشرطة المصرية على المجهود الكبير اللي بيأمنوا بيه كل مكان موجود في مصر